أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيارته لمحافظة شمال سيناء تأتي في إطار متابعة المشروعات التنموية العديدة والتي يتم تنفيذها على أرض الفيروس ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء التي يتولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مدبولي خلال جولته لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها على أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون هناك مصار تنموي ومتطور ومتكامل لتنمية سيناء يشمل مدنها وقراها وقد تفقد مدبولي أعمال إنشاء مدينة رفح الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مساحة أكثر من 535 فدانا وقد استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل حول مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة وقد تمت الإشارة إلى أن المدينة تقام على مساحة تصل إلى أكثر من 535 فدان على الطريق الدولي العريش رفح عند منطقة الوفاق وتفصلها مسافة 45 كيلو متر عن مدينة العريش وتحتوي المدينة مدينة رفح الجديدة على 626 عمارة سكنية بالإضافة على منطقة خدمات مركزية وأخرى فرعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر